حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر بن حوشب حدثني اسماعيل بن أمية عن أبيه عن جده قال كان لهم غلام يقال له طهمان أو ذكوان فاعتق جده نصفه فجاء العبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعتق في عتقك وترق في رقك قال وكان يخدم سيده حتى مات قال عبد الرزاق وكان معمر يعني ابن حوشب رجلا صالحا حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عامر بن صالحي بن رستم المزني حدثنا أيوب بن موسى بن عمري وبن سعيدي بن العاصي قال أو أبن سعيدي بن العاصي عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منح الوارد ولده أفضل من أدب حساء قال أبو عبد الرحمني حدثنا به خلف بن هشمين البزار والقواريري قال حدثنا عامر بن أبي عامر بإسناده فذكر مثله هشمين stronحة حشمين البزار أيضا وَأشمين البزاري كيب يناب type هشمين البزاري هشمين البزاري